أختنا مهيسة من الجيزة بتقول الدورة مقطوعة من 3 سنين بيجي لي هبات حرارية يعني تبقى قاعدة تلاقوا وشها صهد وتحس انها بتعرق وعايزة تشغل مروحة في عيز البارد الناس يبقوا قاعدين بتعانين وهي عايزة تشغل مروحة نقول لها ده نتيجة ان فيه خلل في الهرمونات وده سن انقطاع الطمس بنسميه سن الوقار سن الوقار مش سن اليأس ان ما فيش يأس قلنا الحاجات اللي بتساعد في هذا الموضوع هو الفول الصوية بتقول مش عارف احصل عليه بنقول لها الان بقى فيه كابسولات في الصيدلية ومن نعم ربنا علينا ان كتير يمكن دلوقتي انا ابشركم ان اللي بتفرج على الحلقة مش بس المشاهدين العاديين يعني كتير من شركات الادوية بتتابع حلقاتنا وبتنزل ادوية يوميا يعني بعض الاخوة ممكن مديرين الشركات بتتصلوا بيا يقول لي والله احنا نطمنك نزلنا الفول الصوية دلوقتي كابسولات نزلنا الخرشوف كابسولات نزلنا الجوافة مشروب عشان اللي عنده الكوحة نزلنا وحنا سعداء بهذا ليه علشان الحاجة تتقدم بصورة نقية نظيفة بس يكون امنة ما فيهاش كيمويات فبنقول لك الفول الصوية موجود في صورة كابسولات في الصيدلية اما بالنسبة لبزر الكتان مفيد جدا ليكي ايضا مع عمل التمرينات يعني لو عملت تمرين ممكن ده بحث انا اجريته من سنوات ممكن خمس ست سنين جبنا مجموعة من النساء اللي عندهم الهبات الحرارية في سن الوقار ادناهم تمرينات لمدة نصف ساعة يوميا تمرينات مجهدة شوية هذه التمرينات بفضل الله عز وجل لقينا عدد الهبات قال حدتها خفت الكاتمة اللي بتيجي بالليل والعرق والزهق بدأ يقل ويمكن ده نتيجة ان امهاتنا الكبار او الستات اللي هم الجدات الان ما كانش بيجي لهم الموضوع ليه ان كانوا بيبزروا مجهود كبير وبيتحركوا وتشيل وتروح الغط وتشيل على دمخة وعندهم مجهود لكن يمكن تغيير نمط الحياة الان للحياة الساكنة الهدوء والحركة البسيطة واستخدام الروموت كنترول واحنا بنتحرك ده ادى لهذا الموضوع بيقول بيزر القطونة علشان المعدة والاكل ما بتعرفش تطحانه انا بقول لها يا ريتنا حاول نطحانه في مطحنة بلدي اللي هو الطحان الرحاية دي موجودة عند بعض الاماكن السرجة لما تروح الاماكن اللي بيعصروا فيها الزيوت ممكن تديهم بيزر القطونة يتحانوه لها بيتحانوه عشان المطاحن بيبقالها قدرة معينة في البيت بتتعب وتخليها خشنة او لو ضفنا لها مية وطرناها شوية احيانا يقولوا بقت لازجة وعملة زجلي وبنقرف منها بلاش خلينا في المطحون افضل اشتركوا في القناة